أشرف اليوم وزير التربية عبد الحكيم العبد رفقة وزير البريد والمواصلة السلكية واللاسلكية كريم بيبتريكي أشرف بالعاصمة على توقيع اتفاقية بين الدوان الوطني للمطموعات المدرسية ومؤسسة بريد الجزائر وذلك لدفع تكاليف الكتب المدرسية إلكترونيا وذلك عن طريق البطاقة النقدية هذه المبادرة تهدف إلى التقليل من أعماء المواطن ومواصلة رقمات القطع التي ترافقها وزارة البريد والمواصلة السلكية واللاسلكية في إطار تحسين الخدمة العمومية في قطع التربية في إطار تسير الحياة المدرسية لأبنائنا ومن خلفهم أوليائهم في اقتناء الكتاب المدرسي إن ستسمح هذه الاتفاقية التي ستدخل حيث تنفيذ إن شاء الله يوم الدخول المدرسي يوم 21 سبتمبر 2022 أن يستطيع كل الأولياء المنخارطين في فضاء الأولياء الذين لديهم حسابات في فضاء الأولياء الذي يفتح لكل أولياء تلاميذ سيتم تمكين مواطنين من أولياء تلاميذ تمكينهم من دفع مستحقات الكتب المدرسية على طريق نظام بطاقة الدفع الإلكتروني التي هي بطاقة الذهبية كما لاحظتم في السنوات الأخيرة عرفت البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية عرفت هذه البنية التحتية تقدم ملحوظ ومؤتبر سواء من ناحية شبكات الاتصالات والأنترنت أو من ناحية وسائل الدفع الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر